ما وجهت نظركم بشأن الموقف التركي والجهود المددولة مع اليونان ومصر حسنا كما تعلمون لدينا عملية للمشاركة والتعاون على الأقل من خلال وضع الأسس اللازمة للعلاقات التي تتسم بالمصداقية مع تركيا على مدار الأعوام القليلة الماضية كان هناك كثير من التوترات بين البلدين بين اليونان وتركيا وكانت هناك بعض المواقف الطارئة وبعض الحوادث التي أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين وفي حقيقة الأمر أن خلال قمة النيتو في فيلنيوس كان لدينا حوار بناء بين الوفدين الممثلين من البلدين وأنا بنفسي والسيد الوزير كونفيدنت السيد وزير الخارجية التركي كان لدينا حوارا لتناول كافة السبل لدعم العلاقات ونحن في حاجة إلى تعزيز أجندة عمل إيجابية التي تتناول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاقتصاد وحماية السياحة وفتح مصارات التنمية بين البلدين وبعد ذلك يمكن العمل على بعض القضايا الرئيسية كما تعلمون لدينا بعض القضايا الرئيسية التي تتسبب في الخلاف والإشكاليات لا بد من التعاون فيها الملفات والإشكاليات مثل ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة وموقف اليونان أننا نلتزم بكافة قواعد القانون الدولي ولا سيما قانون البحار ونحن لدينا الإرادة القوية لدعم هذه السبل من خلال محكمة العدل الدولية حيث طرحنا أمامها هذه الخلافات ونحن لدينا أمل كبير أن يكون هناك موقف يتسم بالهدوء وأن يكون لدينا القدرة إلى دعم الحوار البيناء السياسي من أجل الوصول إلى الحلول وتناول كافة القضايا الرئيسية وحلها بشكل نهائي ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقات الرئيسية أعود الآن إلى العلاقات مع مصر حيث أننا نعتبر هذه الاتفاقية مع مصر كنموذج يمكن أن يحتذى به فيما يتعلق بترسيم منطقة الاقتصادية الخالصة وأيضا كانت هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة ليس فقط أنها تضح حلولا نهائية لقضايا رئيسية التي سوف تسمح للبلدين لتعزيز مواردها وثرواتها ولكن أيضا لأن هذا هو النموذج الذي يمكن أن يتبع من خلال المفاوضات والنقاش البناء من خلال الوصول إلى الاتفاقات من خلال هذا الحوار وفي النهاية يمكن أن نصل إلى موقف يحقق المكسب للجميع لكل البلدين ترجمة نانسي قنقر